اهلا و سهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقرة النجمة الكبير كابتن محمد حشيش زي كابتن محمد اهلا اسلام ازاي برحضرتك الحمد لله تمام الحمد لله انتهت دخول النادي الالي او لعب النادي الالي في بطولة كأس العالم للاندية للمرة التامنة في تاريخه المرة التالتة على التوالي كيف ترى هذه المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية ده اولا ثانيا طبعا كنا نطمح في افضل من كده ولكن هناك مكاسب عديدة اه طبعا انا شايفها مشاركة فعالة مرة التامنة منفعش النادي الاهلي مقباش موجود بين الكبار ابطال القارات ده في حد ذاته يعني حاجة كويسة جدا للنادي الاهلي والكرة المصرية والمصر عموما يعني اي اه النادي الاهلي طبعا واخد قبل كده برونزيات كان هياخد التالتة على التوالي آآ لعب مع مدارس مختلفة آآ بداية طبعا من اوكلاند نيوزولاندي وسياتي الامريكي ريال مدريد طبعا احد اكبر اندية في العالم وبعد كده فلامينجو طبعا بطل آآ امريكا الجنوبية والبرازيل آآ مدارس مختلفة آآ طمنا الحياة على الفرع يعني انا واحد من الناس طب منت على فرعتي حاسيت ان الفرع انت لجع كده اخدت اتنين مليون دولار سريعة كده بالزبط دول يعني حاجة كده على الماشي غير كمان الدعاية الكبيرة وانت لسه في الانترو بتقول من الحاجات المكاسب كمان انك تعمل توقامة او تعمل اتفاق او شراكة بين قناة النادي الاهلي وقناة ريال مدريد دي حاجة كبيرة طبعا دي حاجة في يعني ريال مدريد دي عشان اساسا تلعب معاه او ناس تلعب معاه بتدفع مبالغ ضخمة جدا عشان يقدروا يلعبوا مع الفرع دي فانت بتلعب معاه في مباراة رسمية في قبل نهائي كاس عالم الاندية اطمنت على النادي الاهلي لان النادي الاهلي مرحش عشان يلعب المطشرة ويدافع ويطلع باحسن نتيجة بالعكس جميع المبارات شايفين مكسب مباراتين الاوليين بتاع اوكلند وبتاع سياتل طبعا فرقتين كبار وانت اكسبتهم ابطال القارات اقل منك الحقيقة ولكن ابطال القارات يعني مش مثلا جاب لك مثلا السادس او السابع في اي حتة بيلعب معك ده ابطال القارة بطل قارة طبعا امريكا يعني انا السادس او السابع كابتل ما فيها يعني ناس في درجات فبقك يعني تعود علي الفترة الاخيرة فالمهم طبعا قدينا مبارات كويسة اطمننا على النادي الاهلي من حيث انه فرض شخصيته ولو كلمت بالتحديد طبعا على مبارات ريال مدريد انت بتلاعب اكبر فرقة بالعالم باللعيبة اللي موجودة فيها الملايين اللي موجودة فيها انت مخفتش وكت في اوقات كتيرة جدا احسن من ريال مدريد وبدأت حتى باضعة الفرص انت قبل حتى هما ما يضعها اي فرصة وخلي بل حالك لو فكر ان نتيجة اتنين واحد كرة اللي جات لأفشلة وتحطت تحت جون اتنين كنت طبعا الاقرب ان ريال مدريد يفوز الناس اللي عارفة كرة اسلام بتعرف ان برضو المباراة حتى وان كان انت كويس انما فيه ظروف مباراة وسيناريوهات بتحصل ممكن تأدي للنتيجة دي يعني مباراة ريال مدريد النتيجة بتاعتها لا تتناسب مع اداء الناد الاهلي الناد الاهلي في اوقات كتيرة كان ند واكتر من ند ضيع فرص كان ممكن تحول المباراة زي ما قلنا برضو ان الناد الاهلي اللعب مات شين قبلها وكان فيه نوع من الاجهاد وبسفر من هنا وارجع هنا ويعني فيه كان بعض الاجهاد اه 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 انا جبت النتائج او مواعيد المباراة احنا لعبين 17 واحد ايو قبل السفر ايو 17 واحد واحد و 21 واحد 24 واحد اه وبعدين سفرنا 28 بعدين لعبنا 1 اتنين ولعبنا 4 اتنين ولعبنا 8 اتنين و 11 اتنين يعني كان مباراة في وقت ولاية جدا جدا غير طبعا المحل ده انت رايح كمان لمباريات فيها مجهود بدني كبير جدا ومجهود عصبي ونفسي تلعب تحت ضغط لانك رايح تعمل نتيجة ورح تجيب مفروض مركز كل الحاجات دي وبعدين بتصطدم ببطل اوروبا وهو جاي لك اول مباراة يعني اول مباراة ليه ومع ذلك قديت بشكل كويس جدا قدام ريال مدين كويس معقول يعني اه يعني على قد الامكانيات وعلى قد برضو الفوارق اللي بين بعض اللعيبة هل بالفعل يا كابتن زي ما بيقول لها كده او زي ما دايما بنقول ان هناك فوارق واضحة ما بين الكرة في اوروبا والكرة مش الناد الاهلي ولكن الكرة في افريقيا مليون في المية ايوا لازم نعترف ان فيه فوارق سبت وإلا ما كانش الناس دي يعني يعني بطل اوروبا بيلعب مع عديد من الفرق اللي هي زيه او قال منه او اكتر منه يعني يعني بطولات قوية جدا جدا نظام مختلف مش عايز يعني مش عايز افتح الموضوع ده ان انت يعني كالترخير النادي الاهلي انه بيعمل بشارك وبعمل النتائج دي وطلع رابع الكبار ومع ذلك احنا كان عندنا امل كجمهور الاهلي وكمشجعين وكمحبين للنادي الاهلي ان احنا نكسب انت كنت قريب انت بتلعب قدام ريال مدريد ما روحتش لعبت ريال مدريد قافل ومستني يجي فيك جون وما بتهاجمش لا انت بالعكس انت بالجاب او بتهاجم يعني وفي دي حد ذاتها كويسة يمكن كنا بنعاني من الموضوع ده فيه قبل كده فيه البطولات اللي قبل كده انك كنت مقفل وما بتروحش مبارات بايرن ميونيخ وتلاقي التحليل مطش بعد المطش تلاقي النادي الاهلي ما وصلش النادي الاهلي ما ضاعش فرص لكن انت في مبارات ريال مدريد صحيح يعني لو عملت مقارنة تب بكرة نعمل الموضوع ده لو عملت مقارنة بين مبارات ريال مدريد الاهلي وريال مدريد والاهلي وبايرن ميونيخ مثلا هتلاقي اختلاف كبير هتلاقي اختلاف كبير جدا اتنين صفر بس انت مروحتش خالص لجن بايرن ميونيخ انت مطش ريال مدريد انت رايح رايح قبله زي ما بقولك بفرصة ورايح حتى بعد الخسارة واحد رايح بكذا فرصة وكرة افشة واثنين واحد وممكن ترجع وبعدين خلي بالك احنا برضو لازم نتكلم على بعض الاخطاء الخفيفة معه انت مش معقولة مش معقولة انك بتقابل فريق كبير او زي ريال مدريد تضيع فرص وتغلط في الناحة الدفعية اخطاء فانت يعني عايز يعني انت متخيل نتيجة تبقى ايه واخطاء طبعا ما بتكررش كتير واخطاء قاتلة في اوقات قاتلة تعرف يا كابتن انا دايما وبرضو حضرتك يعني تبقى افضل مني في هذا الكلام دايما كان اي مدير فاني يقولك ايه الاخطاء الفردية سهل انها تتحل صحيح او يعني سهل ان هي يتم تطويرها ولكن المشكلة دايما بتبقى اخطاء الجماعية بالضبط والاداء نفسه اه فالحمد لله انه الاخطاء اخطاء الجماعية مثلا من اسلام فحاجيب اسلام اقوله بزبط ما تبقاش مثلا كرة وانت بترجحها لازم ما ينفعش ترجحها كده بزبط لازم ما ينفعش ترجحها بشمالك وتقلش منك صحيح لازم ممكن ترجحها بيمينك او تطلعها لبرة عالطار فحسن ونخلص بزبط او لو ما تضغوط عليك او ممكن تحتفظ بالكرة وتلعبها على جنبة تبقاش بترجع مثلا في المصفة ال 18 يعني اقصد ان الاخطاء الفردية بيبقى ليها اصلاح سريع صحيح يعني مثلا احنا عندنا مشكلة التهديف وده اللي قاله مرسيل كولر صحيح فبالتالي لازم بقى اجيب محمد شريف واجيب شادي واجيب تدريبات خصوصية وبعد التدريب دايما على طول اتكلم على انفرادات واتكلم على الكور اللي بتبقى مرتدة ازاي اتصرف فيها والاخطاء زي بقول الفردية دي يعني ما بتتكررش كتير بيبقى نادر بس هي بتبقى ظهرة قوي في المبارات القوية مع الفرق الكبيرة قوي لان الفرق الكبيرة لما بتحصل قدام اخطاء وقلنا الكلام ده قبل المباراتين الحقيقة الاخطاء الصغيرة دي بتتعاقب بيها على طول فانت ضيعت فرص وجات لك حاجات غلطات وراء في المدافعين او نص الملعب قدت الى الاهداف فانت برضو يعني لما يكون فرقة متقدمة بعدين تعادل وبعدين يعني يعني صعب انك ترجع برضو مع الفرق الكبيرة دي وخصوصا ان انت زي بقولك انت تحت ضغط عصبي وبدني من المبارات اللي قبل كده كذلك برضو المبارات الاخيرة في المانجو بتيجي تبص تلاقي برضو اخطاء سازجا يعني انت جاءت مغلوب واحد سفر توصل اتنين واحد وبعدين انا انا بشوفها كابتا ما معرفش برضو حاجاتك قولي وجهة نظرك في هذا الامر مبارات في المانجو تحديدا انت كنت افضل في كل حاجة لحين الترد طبعا باستثناء اول عشر ده ربع ساعة طبعا في المبارات صحيح وبعد كده طول المبارات لغاية الترد صحيح انت افضل في كل شيء افضل بمراحل ضيعت فرص وصلت استحوزت ضيعت ضرب الجزاء يعني مهمة المبارات يعني انا بقول ان التحكيم له دور مهم اكيد طبعا في خسارة النادل قالي والمرة دي يعني انا بشوف ان التحكيم له الدور الاكبر على رغم ان مصطفى غربال ده واحد من افضل الحكام اللي موجودة في افراد صحيح ولكن انا بقول ان هو له دور كبير جدا اخطاء اللي عملها يعني لها دور كبير جدا صحيح وبتحديد طبعا الكرة بتاعت خالد يعني غريبة ما كانتش تستاهل اساسا موضوع الترد لان الراجل متطرف وبعدين انا مش رايح اشده او اعمله انا ماشي وراه يعني انا باجري وراه ومعرض ان اللي بقى لازم فيه احتجاج حتى بسيط ومبارة 18 فما تستاهلش موضوع الترد لانك انت ما كنتش تقدر واتردوا ليه كابتا انا مش عارف بجد والله العظيم يعني انا مش عارف يعني انا كلمت كابتن ناصر العباسو سألته وكلمت كابتن سألته كلمت كذا حد يعني ناس كثيرة جدا محدش عارف هو اتردوا ليه هو اه اطلخبط يعني انا سألت تخيل ان انا وصلت لمرحلة ان انا اسأل ان ده نزار التانية جماعة ولا لا ايو ايو هو اطلخبط لما حسب الاول ضربت جزاء وبعدين الفارج جابه فلا من بره لا فيعني اطلخبط ايو اطلخبط مع الفرقة التانية برضو ما تعرفش ايه اللي ممكن يكون حصله بس طبعا الترد اثر تأثير كبير جدا انت تلعب في مباراة زي دي في شوت تاني وانت ناقص يعني ومع ذلك ومع ذلك وصلت وكملت ما ترجعتش بقى وقفلت وعملت وتلعبت على المرتدات لا انت كملت وهاجمت وعملنا بعض التغيرات لان برضو صعبة ان يعني يبقى حد من المدافعين ويحصل طرد في المدافعين برضو بتبقى صعبة على اي فرقة عايز اتعود وعايز اتهاجم اداء مشرف الحياة للنادي الاهلي زي بقولك مثلا زي ماتش فلمينجو الهلال سيناريو الماتش يروح للهلال من الطرد ومن ومن حاجات دي نفس الوضع ما انا مش عايز اصالح فلمينجو اصالح فلمينجو على حساب على حساب الضغط اللي حصل من فلمينجو على الحكم بعد المباراة وقال كزا وكان متحامل وطرد وعمل وكزا والانذارات وكلام ده كله ممكن يكون اصر تأثير مباشر او غير مباشر على انا كابت المصطفى واحد من افضل الحكم ما واحد يقول اللي ليه واللي عليه برضو انما الحقيقة كان غير موفق في بعض الكور اللي تلعبت زي بقولك برضو كورة معلول اللي تحسبت ضرب الجزاء في الاول برضو متردد وابعدين يحسبها انا مش شايفها برضو بس يمكن يعني انا شايفها مش راكل الجزاء هل الكورة دي بتتحسب برا؟ متحسبش برا خالص لان بيبقى فيه التحامل لان انت بتكلم على التمنتاشر هو المفترض ان المدافع ما يلمس الراجل خالص يعني يبقى بيد عنه يسيبه روح يجيب جن ما لازم يبقى معاه واللي تنحطين رجلهم في الكورة فكذا حاجة اثرت هو ربنا ما كانش رايد لان لو ربنا رايد كان ممكن ضربة الجزاء بتاع علي معلول جات كان ممكن حاجات كتيرة تتغير انما المحصلة زي ما بقولك انا عايز اقولك يا اسلام حاجة مهمة جدا جدا الاستفادة من البطولة دي انا باعتبرها باعتبرها فترة اعداد قوية جدا للنادي الاهلي عشان يبدأ بطولة الابطال لا كابتن برضو مش فترة اعداد يعني دي برضو بطولة مهمة جدا انا عارف انا عارف بس انت المفروض بقى تستفيد منها استفادة قوية لان انت هل انت هتلاعب انت تضغط برضو في 11 يوم 4 متشار طبعا انا معاك بس هل انت تعتقد ان الاهلي ممكن يقابل فرق اقوى من الفرق اللي لعبها دي في بطولة افريقيا عموما كلها يقابل اهل من ريال مادرين وفلامينجو فانت قابلت الصعب ويعتبر برضو خارج ارضك انت فاهم ازاي فانت دي دروس مستفادة بقى للفرقة وكولر طبعا حط ايده على يعني دلوقتي معظم اللعيبة في اكبر المنافسات يعني مش بس في بطولة في بطولة الدوري المحلي خلال المتشار بيعمل التبديل والتوفيق عشان يقدر يوصل لاحسن العناصر انت كمان شفت العناصر بتاعتك تحت الضغط الجامد البدني والعصبي والنفسي فالمفروض ان احنا نستفيد بقى من الكلام ده كله خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله نرجع وخصوصا ان انت برضو راجع لضغطة وضغطة جامدة الناس اللي بتتكلم بعض الناس اللي بتتكلموا على كولر يقول لك اصله بيغير اصل 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 يا جماعة يعني كان فيه ناس مثلا بتتكلم بتقابلني تقول لي يعني حسين الشحات من احسن اللعيبة اللي كانت موجودة في البطولة ازاي ما لعبش المطش الاخير يا جماعة الراجل يعني مش معقولة يكون عنده حسين الشحات في حالته البدنية السليمة وما يبدأش بيه وخصوصا بعد الهداء المميز اللي هو عمله معه طبعا فرقة الناد الاهلي انما اكيد كان يعني بدنيا مجهد تعبان عشان كده ما قدرش يبدأ بيه كذلك برضو محمد هاني برضو من نجوم البطولة كان اكيد بدنيا برضو تعبان عشان كده غير فالناس اللي بتقعد تتكلم وتقول مستر كولر والتغييرات واصل ما عملش ومسوي بص انا دايما في المدير الفاني بقول رأيي الشخصي كل مدير الفاني ولا هو مدرسته مدرست كولر بكده والحقيقة كان ماشي كويس جدا يعني هو لما غير في المبارات والله يا كابت أنا سمعت كان اعتقد كابتن هشام حنفي وكابتن سامي الشيشيني وكابتن معهم حد كمان كابتن مش فاكر كابتن فاتحي سند وكابتن حسن مستكاوي والتلاتة أنا بحب كابتن سامي الشيشيني جدا طبعا كابتن شبح أنا في بحب اسمعه جدا كنت في الراديو بسمعه بشوف ده قبل المباراة بساعة ولا حاجة ازاي يغير في التلاتة الحقيقة أنا قالك ازاي ممكن هشام اللي قال ايه لكن قالك ايه ازاي يغير في التشكيل وازاي يعمل وازاي يعمل طيب لو كانت المباراة خلصت بالمكسف مثلا وبعدين انت كنت اقرب لغاية الترد بصراحة تمام والاهلي عمل تشكيل او عمل مباراة من وجهة نظري واحدة من افضل ساعة لربع اللي هي من بعد الربع ساعة الاولى في الشوت الاول لغاية الترد هو في الشوت التاني تقريبا في دياسة خمسة وستين حايا كده كم؟ ستين تاني اه حايا كده الساعة لربع دي من افضل المرات اللي لعيبها النادي الاهل ده حقيق لمجموعة اللاعبين الموجودين طيب كنت هتقولي بقى لو كنكمل بها وبعدين انا عايز اقول لك حاجة التلاتة اللي انت ذكرتهم محلين كويسين جدا جدا وناس على مستوى عالي بس هم التلاتة لو كل واحد فيهم اختار تشكيل قبل المطش هيبقى مختلف هيبقى مختلف كلهم كل الناس صحيح فاذا كنتوا كده يعني طب مين صاحب الاصيل في التشكيل هو الراجل اللي عايش مع الناس الراجل بتاعي الاحمال وانا قلت الكلام ده قبل المباراة الاخيرة ما تسألت عن التشكيل قلت الراجل بتاعي الاحمال هيبقى له دور كبير جدا جدا في التشكيل اه وحريك بتتكلم اصح حريك بتتكلم معنا مباراة الاخيرة المقبلة هيك صحيح بص بالحضرتك شوف زي ما حريك عايز بقى عندك السبت سبت تلات سبت تلات سبت تلات سبت طيب يعني ما فيش اه خلي بالحضرتك منهم يوم السبت الاخراني 11 مارس ده انت رايح جنوب افريق بالزبت خلي بالك صحيح طيب يوم السبت 18 مارس انت راجع انت مسافر مسافر السودان ها هترجع من السودان على اسوان على طول صحيح دل اللي انا عارفه يعني صحيح هو لم يتم الاعلان حتى الآن ولكن اللي انا عارفه ان انت هترجع من مباراة الهلال مش هترجع عالقاهرة وترجع على اسوان لا هترجع على اسوان على طول صحيح وبعدين أسوان ترجع بعدها الثلاث يام اليوم الرابع تلعب سانداونز أو يومين اليوم الثالث تلعب الداخلية في الدوري تمام يومين اليوم الرابع تلعب القطن الكاميروني 8 عشر فبراير ده آخر يوم خلي بالك فأنت عندك واحد واثنين وثلاثة واربعة تلعب ثلاثة واليوم الرابع القطن صحيح الأهل والمقاولين 4 سبعة يومين وتلعب الثالث أنت كمان وتسافر جنوب أفريقيا أنت واصل النهاردة واصل النهاردة 48 ساعة مش هتلحق كمان لأن انت هتريح 48 ساعة هتمرن وبعدين تسافر تسافر تلعب فأنت جاي من معترك قوي جدا جدا وسافرية المغرب أساسا مش سهلة لأن حوالي ممكن 4 ساعات ونصف 5 ساعات بتيجي تسافر وبعدين المسج كمان اسلام ما بين البطولات يعني أنت بتتكلم على راجع على أفريقيا وبعدين هتلعب محلي وبعدين هتلعب أفريقيا وبعدين محلي أفريقيا محلي أفريقيا يعني أنت أخذ بالك إزاي تدخل ما بين كمان البطولات يعني أنت فاهم ماتش محلي وماتش أفريقي أنا دايما بحب ألعب مع سانداونز ولكن أنا بالنسبة لي سفارية سانداونز بص معظمها يعني السابت دا الهلال تلاتة الأسوان هترجع تلعبه تلاتة بعدين بقى سانداونز تسعة الداخلية تسعة سبعة القطنر الأمروني ستة المقاولين ساة خمسة الأهلي وسانداونز تلاتة يعني الحقيقة تلات ماتشات أربعة تلات ماتشات ساعة تلاتة وماتشات ساعة ستة يعني أنت هتمر بكل ظروف كل ظروف من سفر ومحلي وإفريقي وتوقتات مختلفة عشان كده الراجل لما مسك الناد الأهلي درس كويس قوي السنة اللي فاتت الإجهاد اللي حصل وضغط المباريات والحتة دي حطها في دماغه من أول يوم إن احنا من أول من الراجل مسك لغاية النهاردة المباريات اللعبة دي كلها ما شفناه السبات للتشكيل كل ماتش قلوه تشكيله المختلف لأنه هو عايز يعني يقوم أكتر عدد من اللعيبة تحسباً لكلام اللي احنا بنقول الجدوى اللي احنا شايفينه ده هل الجدوى اللي احنا شايفينه أو اللي احنا جايين منه يتحمل سبات تشكيل استحالة استحالة مطلقة يعني يعني إنت لما لو نجم النجوم وأحسن واحد عندك في الفرقة فعلش يا سامير بعد إذنك خللنا الجدوى لدك ده عشان عشان بس عشان بس يعني ناس تقول لك لأ بعض من لا يشجع الأهلي برضو أنا لما دايما باجي أتكلم بأتكلم على بعض من لا يشجع نادي الأهلي مش على جمهور نادي الأهلي من حقه يقول اللي هو عايزه من حقه ينتقد من حقه يعاتب من حقه كل حاجة جمهور نادي الأهلي يعمل هو عايزه خلي بالحضراتكم فعايز أقول لك أنت لو عندك نجم الفريق وأحسن لعيب الفريق ومش واقف على رجله مجهد بيبقى أقل من أي حد تاني موجود مضبوط فأنت أهم حاجة أنك يبقى فيه لعيب في الملعب واقف على رجله عشان يقدر ينفذ ويقدي لأنها القصة مش بس يعني الكرة زي ما قوله مش في الدماغ بس العلم مش في الراس كرة في الرجلين والإجهاد والعضلات وكل واحد في الدنيا عنده تحمل معين فبالتالي جي من هنا التغيير في التشكيل ما تكلم طبعا بجهة كلامي للناس اللي بتنتقد وتقول أصلا كان لازم يلعب فلان أو فلان أو فلان نعم بس يا كابت دي وجهة نظرك طبعا ولكن أنا أقصد أن الجمهور دائما من حق أنه ينتقد وتعلمنا منكم كده كلام ده حراككم دائما تقوله هلنا أنه الجمهور من حق إسلامي انتقد لكن أنت بتتكلم هنا عن الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي دائما بتودي الأمور في اتجاهات مش لطيفة وعايز أقول لك حاجة إسلامي عن ناس بعد ما لا يشجعش الناس اللي بتقابلنا في الشارع وبعد التحديد المباراة الأخيرة دي كانوا زعلينين شوية لما هديوهم زعلين لأن دائما جمهور النادي الأهلي عايز النادي الأهلي في أعلى حد أحسن حاجة وإحنا وإحنا رايحين كمان ما بنفكرش في البرونزية إحنا بنفكر إن إحنا إزاي نوصل للنهائي هو ده يعني أسلوب النادي الأهلي وطريقة النادي الأهلي فالناس بعد ما هديت شوية قالت لا تم كويس إن إحنا رحنا وشاركنا وربع عالم ولعبنا مع فرق قوية جدا جدا وعملنا نتائج وتطمننا على الحقيقة أنا من الناس اللي متطمننا على فرقة النادي الأهلي آه في أخطاء إن شاء الله هتتعالج وأخطاء كلها يعني الناس عرفاها وبينها وأكيد واضحة شايفها واضحة عايز أقول لي كمان يعني الجمهور النادي الأهلي المجموعة دي يا جماعة اللي جابت بطولات قبل كده وقدت الأداء المشرف في المجموعة دي إحنا خلال بقى صح إحنا منتظري منهم أفضل دايما من كده ولكن طبعا بيبقى فيه عتاب بيبقى فيه عتاب حق الجمهور نوعية من اليوم في المية أو إلا ما يبقاش جمهور النادي الأهلي الله نور عليك ما يبقاش جمهور النادي الأهلي يعمل كده يعني مثلا أهو أنا أنا لسه كنت هقولي كرام والحمد لله والشكر لله وأنا زي ما قلت أنا واحد كان مشجع أهلا ويمكن أنا مثلا بكلم اللعيبة اتكلمت مع معظم اللعيبة بعد المباراة وعاتبتهم صحيح ولكن بحب طبعا بأخوة طبعا وقلت لهم أنتوا جماعة لازم تعتذروا كلكم للجمهور بالفعل صحيح أدي محمد شريفة كاتب إيه يا كابتن عشيش قدر الله ما شاء فعل بعتذر لكل جماهير النادي الأهلي عن الهدف المؤكد والذي كان من الممكن أن يتسبب في تعزيز الفوز أشعر بكل مشجع زعلان وربنا واحد وعالم اللي أنا فيه وأعيدكم بالأفضل في الفترة القادمة في كافة البطولات حاجة محترمة وبعدين شريف إحنا ما ننسى شريف صحيح اللي جاب بطولات للنادي الأهلي واللي أحرز أهدافه سلام سبحان الله كنت لسه بتكلم في محمد شريف وفي أفشد قديدا وشناوي وبرسي تاوي قبل في الإنترو يعني آه لي نعتب عليهم لازم يركزوا أحسن أنا قلت له قلت له ركز لازم تلقى وموت نفسك والفترة اللي باية ويعمل واما صحيح فيعني لا الناس حسن ويتأكد يا إسلام أن جمهور النادي الأهلي بيصق فيه طبعا وبيصق في أفشة وهو ده والشريف اللي كسبنا بطولات وكسبنا مباراة قمة وجاب أكتر من هدف وفرح الناس هيجيب تاني وتالت ورابع لأنه عنده الإمكانيات ما يفعش اللعيب اللي انت طلعته السماء وكان كويس وهداف عشان ماتش تيجي تقول لا أصله ما كذا أو كذا أو كذا فالحياة اللعيبة دي كلها العيبة رجالة برضو بتلعب مع فرق قوية جدا جدا وبيلعب مع مستوى أول في العالم حتى فرقة البرازين من الفرق القوية جدا جدا وعندها لعيبة بلعب برضو في الدوريات وانت كنت أفضل انت كنت أفضل أنا وجهة نظري ان انت كنت أفضل لحين الطرد بعد الطرد الأمور تغير التماري سيناريو المباراة أدى لكذا نجل من اعترف المباراة الكبيرة دي ما ينفعش تلعب ناقص ما ينفعش تلعب ناقص وهو حتى تتحول بعد موضوع الطرد يعني أنا سعيد جدا بما قدمه أو باللي بيقوله محمد شريف على كل تقريبا حسابات محمد شريف على مواقع التواصل التماعي كاتب فيها احنا عندنا لعيبة بتحب جمهورها بتحترم أقول جمهورها هو متأكد ان هو وده اللي أنا كنت محل فيه وإحساس ان هو عايز يعتذر ان هو عايز يعتذر يا جماعة أنا غلط مع انه بشوف ان هو يعني آه كان ممكن تبقى نتيجة ثلاثة واحد كان ممكن يرجعوا علينا ثلاثة وارد 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 طبعا لكن أقصد انه بص احترام الجمهور وحب الجمهوري النادي الاهلي عشان كده في أول كلامي في الانترو كنت بقول لحضراتكم انه لازم نقف في ظهر اللي عبتنا الفترة اللي جاية زي ما وردت لحضراتكم من شوية فترة صعبة جدا 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 يا كابتل عشيب لسبب كمان ما هي المجموعة دي يا جماعة اللي هتوصلك تاني ان شاء الله لكاس عالم الاندية يا رب ان شاء الله اللي النادي الاهلي ان شاء الله بيبقى قسم مشترك على طول في البطولة دي فالعيبة دي لازم بقى فيه نوع كبير من نوع الدعم من الجمهور اللي هو طبعا أساسي ونادي الاهلي جمهوره ما بيتغيرش وهو ده الفرق ما بين الجمهور ونادي الاهلي يا كابتل حشيش وأي جمهور آخر عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير الاهلي بيغلق ملف المونديال استعدادا لإيه بقى لدوري أبطال إفريقيا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل طيب كابتل حشيش هنتكلم عن كأس دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الرجل نهاردة الحمد لله بالمناسبة الفريق يعني من 3 دقائية 4 دقائية وصلوا بالسلامة حمد لله على سلامة فريقنا سيظل هذا الفريق هو فريق بطل وحنفضل كلنا في ظهره وحنفضل مساندين لي وحنفضل داعمين لي كل جمهور النادل أهلي أو معظم جمهور النادل أهلي حيعمل هذا الأمر لأنه الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا الرجل حيدي لهما كابتن مارسيل كولر 48 ساعة راحة ثم بعد العودة من الراحة يبدأ التدريبات والاستعدادات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأولى المباريات إن شاء الله يوم السبت القادم 18 فبراير مع الهلال السوداني في السودان الساعة 3 ظهر وبالتالي يومين راحة أفتكر إن بعد 11 يوم و4 متشاط في 11 يوم أعتقد إن مناسب جدا أنت تديهم يومين راحة يقلي ما يقدرش يدي أكثر من كده طبعا لأن الوقت دايق قوي يتكلم على النهاردة الحد حدي 2 و3 ويبدأ الأربع عشان تلحق كمان تتعالج بعض الأخطاء اللي كان موجودة وتشوف أنت هتلعب إزاي المباراة اللي جاية خاصة أن أول مباراة برا أرضك مع فريق صعب الهلال السوداني خاصة أن المباراة الأولى خاصة أن المباراة الأولى وديربي ديربي كمان أنا تفرقت على المباراة على فكرة فريق جيد لا لا فريق كويس وعلى أرضه بيبقى صعب وإنت كمان جاي بطل تجاي صحيح ممثل القارة في أفريقيا طبعا مع الوداد فإنت راجع من معطرة كبيرة الناس برضو منتظرة والناس يعني مهتمة جدا بالماتش هناك طبعا وحسين أن النادي الأهل جاي لهم كالعادة النادي الأهل ما بيروح أي حتة سواء هنا أو برا بيبقى فيه اهتمام غير عادي من الفريق اللي بيقابله في الاستعداد وكده مباراة الأولين دي بتبقى صعبة جدا جدا وهي خارج أرضك تجيب فيها نتيجة كويسة تظهر برضو شخصية النادي الأهل أنت أظهرتها تخرج من الكلام اللي تقال بقى أنت أصلي اتغلبت وعملت والكلام من ده لا أنا دي حاجة تاني خلاص أنا قفلت الصفحة قفلت الصفحة خلاص بتاع كاس عالم الأندية واتكلم على بطولك اللي جاية اللي إن شاء الله بإذن الله من أول مباراة ببقى حاطت في دماغي أن أنا أبقى بطل النسخة دي عشان أوصل كاس عالم الأندية بعد كده لأن أنا يعني خلاص أنا وصلت لمرحلة إن أنا مش عايز أروح بس كاس عالم الأندية لا ده أنا عايز بقى أروح حق مركز ووصل لنهائي لأن حسينا من خلال المباراة اللي فاتت إنه مش بايد مش بايد خالص يعني بما إننا بنقفل بقى هذه الصفحة صفحة كاس العالم ونبتدي بقى نفكر في ما هو قادم ومع اعتذار محمد شريف لجمهور لكل جمهور النادي الأهل الحقيقة برضو كابتن دايما المباريات الأولى بتبقى مباريات صعبة جدا صحيح زي ما حضرتك تفضلت وقلت ولكن خصوصا بقى لما تبقى أولى المباراة تتلعبت وإنت ملعبتش أوه طبعا أوه طبعا وسانداونز لعب المباراة الأولى وهو منافسك مع الهلال مع تقليدي في الحقيقة بقية الفرق القطل الكابيروني في المنافسة على هذه المجموعة على قمة هذه المجموعة فبالنسبة لك أنت موضوع أنت في موقف صعب برضو بالسهل صحيح وحتروح تلعب الهلال بقيمة الهلال واسم الكبير للهلال وجمهارية الهلال في السودان إما بتبقى متأخر شايفها إزاي يعني ما تشايفه إزاي إما بتبقى متأخر والناس لعبت قبلك وبتاع فأنت مطالب أن أنت تحقق نتيجة كويسة عشان أنه دي الأهلي لازم يتصدر صحيح وبعدين لازم نرضو أي مباراة أو أي سيناريوهات حصلت قبل كده في بطولات لو افتكرنا كمان البطولات قبل كده بيبقى فيه عصلة جشوية في البدايات في بطولة إفريقيا وفي دور المجموعات بتبقى فيه عدم توفيق في المباراة الأولانية بتخليك تقعد تحسب حسابات قبل دور المجموعات وما يخلص إحنا عايزين المباراة دي لأن المباراة دي مفتاح لإن شاء الله الصعود بإذن الله إنك مباراة مع فرقة برضو بتنافس مع سانداونز والقوتن الكاميروني التلاتة الحية مجموعة صعبة يعني فإنت ما تبتدي مع فرقة بر أرضها وتكسب تاخد التلاتة بونت ده بيديك دفعة للبعد كده طيب كولر يتعامل مع هذه المباراة زي في ظل عودتك ووجودك كرابع للعالم آه لعبت أربع مباريات في 11 يوم ولكن أنت في الآخر رابع العالم يجب أن نفتخر بهذا بهذا المركز المتواجد فيه نادي الأهلي على الجانب الآخر أنا بقى كفنيا أبصر لهذه المباراة زي أنا بلعب في القارة بلعب وأنا بطل القارة نادي القرن لازم أفرد شخصيتي أنا لقيت مباراة قوية جدا مع فرقة قوية جدا أهتم بالخصم أو المنافس قوي أبدأ مباراة قوية أحط في دماغي أنزل أن أنا أكسب موضوع أن أنا أروح عشان أعمل أحسن نتيجة ما أنا لسه في الأول وعندي مباراة على أرض لازم أعمل مباراة كويسة وضاغط على الفرقة دي من البداية التكتير طبعاً اللي هو شايف ومناسب بس لازم أفرد لأن إذا كنت أنت رايح هو برضو خايف منك أنت النادي الأهلي وراجع من كاس عالم ورابع عالم فهو برضو خايف وألان منك عشان التاريخ بيقول كده والحقيقة هي كده فأنت لازم تثبت دي وتأكد دي بالأداء في الملعب أي أن كان بقى اللي هيلعب هو يختار طبعاً التشكيل المناسب والطريقة المناسبة إنما النادي الأهلي دلوقتي من اللي شوفناه في كاس عالم الأندية بيهاجم بره وجوه ما بيروحش بقى زي زمان وقدر المتشاط اللي بره أرضي أداف أولعب على المرتدات ولا أنا رايح من البداية عشان أحرز أهداف واستغلي بقى كمان وتعلم من أخطائي الفرص اللي بيجي لي لازم أحقق منها نسبة كبيرة من الأهداف لأن أنا دلوقتي بوصل المشكلة لو ما كنتش بوصل دي اللي كانت تبقى مشكلة في اللعيبة وفي الجهاز إنما الراجل وصلك لمرحلة أنك بتوصل على طول مرمى الخصم أنت بقى الدور عليك أن أنت تركز وتستغل الفرص استغلال الفرص بره أرضك مهم جدا جدا لأنه بيلخبط الخصم اللي بلعب على الأرضه وهتساهل على نفسك المباراة وهتبقى المباراة مفتوحة لو أنت قدرت تحرز في بداية المباراة تحط دماغي أنت كسبان المتش ده إن شاء الله بإذن الله هديك دفع اللي جاي يا رب إن شاء الله رب أنا أكرمنا في المباراة القادمة أنا أشكرك جدا أنك تنحشيش على وجودك معنا شكرا ككس بشكرا إن شاء الله الفترة اللي جاية يبقى فيها كاس ودوري وبطولة سوبر وإن شاء الله وبطولة أفريقيا كمان وده قدر النادي الأهلي وده هو قدر البطولات الكتيرة والمنافسات الكتيرة المطالب فيها يبقى نمر واحد وإن شاء الله يفضل نمر واحد أدرينا شايفين كاس عالم رجعت تاخد يومين وبعدنا هتسافر تلعب في دوري أبطال إفريقيا هترجع تلعب في الدوري وهكذا وتمر الأيام وتمر الأيام شكرا جدا شكرا جزيلا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استقبل أستاذنا الأستاذ محمود صبري والأستاذ عبد الحكيم أبو عالم في ضيافة البيت الكبير